بسم الله الرحمن الرحيم الاسلام ري تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقف عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا أبني لا تقصف رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيلا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل أحاديث ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب وعلى آل يعقوب كما أسمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم لقد كانت يوسف وإخوته آيات للسائلين إن قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين أقتلوا يوسف أو اقرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لتلا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا نرتع ونلعب أرسله معنا غدا نرتع ونلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الزئب وأنتم عنه غاتلون قالوا لئن أكله الزئب ونحن عصبة إنا إذا لخاترون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يسعبون وجاءوا أباهم إن شاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستجق إنا ذهبنا نستجق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الزئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قنيصه لدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأجلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله علم بما يعملون وشروا بثمن بخش من دراهم معدودة دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال لإشتريه من نصر لمرأته أكرمي مسواه أكرمي مسواه عسى أن ينفعنا أو نتخله ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه ثقما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وضاودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيتلك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مسواه إنه لا يصلح الظالمون ولقد همت به وهمتها لولا أرئي برهان ربه كذلك لنصف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت خنيصه من دبو وقدت خنيصه من دبو وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قنيصه قد من قبل ففدقت وهو من الكاذبين وإن كان قنيصه قد من دبو فكلبت وهو من الصارحين فلما رأي قنيصه قد من دبو قال إنه من كيدكم إن كيدكم عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنها لنريها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن أوصلت إليهن وأعتدت لهن متكآ وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهم فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله وقلن حاش لله ما هذا بشرا ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راوته عن نفسه فاشتعصم ولئن لم يفعل ما آموه ليسجنن وليكون من الصاغرين قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرب عني كيدهن أصل إليهن وأكون من الجاهلين فاستجاب له ربه فطرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم ثم بدى لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين ودخل معه السجن فتيات قال أحدهما إني أليني أعفر خمرا وقال الآخر إني أريني أحمل فوق رأفي خبزا أن تأكلوا خير منه نبئنا بتأويله إنا نريك من المجتمين قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبئتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تردت ملة قوم لا يؤمنون بالله لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعفوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أشماء سميتموها سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوه إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحبي السجن أما أحدكما فيشكي ربه خمرا وأما الآخر فيطلب فتأكل الطير من رأشه أبي الأمر الذي فيه تستفيان وقال الذي ظن أنه ناج منهم اذكرني عند ربك اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبيت في السجن بضعة وقال الملك إني ألع سبع بغرات سمان يأكلهن سبع عجاب وسبع سنبلات خبر وأخر يابسات يا أيها الملأ وافتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا أضغاة أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذين جاء منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاب وسبع سنبلات خبر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون سبع سنين دعبا فما حفظتم فذروه فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأكل من بعد ذلك سبع شداد سبع شداد يأكل ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحسنون ثم يأكل من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس فيه يغاث الناس وفيه يعفرون وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسألهما بال النسوة فاسألهما بال النسوة التي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم قال ما خطبكن إذ راوتن يوتف عن نفسه قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حطحط الحق أنا راوته عن نفسه أنا راوته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم وكذلك مكنا له سفة الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نطيب برحمتنا من نشاء ولا نبيع أجر المشتنين ولا عجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء الإخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم فعرفهم وهم له منكرون ولما جهزهم بجهازهم قال أتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أو في الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنرابد عنه أباه وإنا لفاعلون وقال لفتيته اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل نكتل وإنا له لحافظون قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حفظا وهو أرحم الراحمين ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعيد ذلك كيل يسير قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به لتأتنني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد ودخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكل وعليه فليتوكل المتوكلون ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئش بما كانوا يعملون فلما جهزهم لجهازهم جعل الشقاية جعل الشقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون قالوا أقبل عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقدوا طواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعين قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفقد في الأرض وما كنا سارقين قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك من للظالمين فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه فذلك كسبنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم قالوا إن يشرق فقد شرق أخ له من قبل فأشرها يوسف في نفسه ولم يمجها لهم قال أنتم شروا مكانا والله أعلم بما تطفون قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نريك من المسلمين قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون فلما استيأتوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك شرق إن ابنك شرق وما شهدنا إلا بما علمنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصابقون قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فطبر جميل عشى الله أن يأفيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا أشفى على يوسف يا أشفى على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا سالله تبتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين قال إنما أسكو بكي وحزني إلى الله إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأتوا من روح الله إنه لا ييأت من روح الله إلا القوم الكافرون فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفلنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون قالوا آه إنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يبيع أجر المسلمين قالوا تالله لقد آترك الله علينا وإن كنا لخاطئين قال لا تسريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين إذهبوا بقنيصي هذا فألقوه على وجه أبي فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين ولما فصلت العير قال أبوه إني لأجد لي حيوسف لولا أن تفندون قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون قالوا يا أبان استغفر لنا دنوبنا إنا كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال دخلوا وقال دخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبويه على العرف وغروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤيا ينقبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم وجاء بكم من البدء من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيط لما يشاء إنه هو العليم الحكيم ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمقرون وما أكثر الناس ولو حرص بمؤمنين وما تسألهم عليه من أدو إن هو إلا ذكر للعالمين وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الشاعة بغتة أو تأتيهم الشاعة بغتة وهم لا يشعرون قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بحيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وما أرسلنا من قبلك إلا نجالا يوحى إليهم من أهل القرى أفلم يشيروا في الأرض فينظروا فينظروا كيف كان آقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا يعقلون حتى إذا استيأت الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق ولكن تصديق الذي بين يديه وتغفيل كل شيء وتغفيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون ولا يعتقل من قبل ويترى الشخص على اقترب قبل